هي أجواء رائعة في وقادغو وانتمنى توفيق للفريق الوطني عود الآن إلى الوطن حيث تمكنت الفرق المتعددة المهام للجمارك بأفلو في ولاية الأغواط وبالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي تمكنت من إحباط عملية تهريب 40 قنطار من الكيف المعالج في شاحنة ذات مقصورة من نوع معنى ذات الترقيم لولاية ورغلا في الطريق الوطني رقم 23 والرابط بين أفلو وتيارت وبالضبط في قرية حسين ذيب على الساعة السبعة صباحا وتم القبض على سائق شاحنة والذي ينحدر من ولاية وادي سوف والبضعة كانت قادمة من وادة ليلات في ولاية وهران متوجهة إلى أوهانت في ولاية إليزي حيث قدرت تكلفة البضعة المحجوزة 16 مليار سنتيم في شأن آخر علم تلفزيون النهار من مصدر أمن موثوق أنه تم في ساعة متأخرة من يوم أمس إطلاق صراح رجل العمل الذي اختطف منه